اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في امن الدولة رح نعرف هذا كله بعد شوي معكم فحنعرف التفاصيل اول شي قانونيا شال البلاغ اللي تقدمت فيه طبعا هو البلاغ قدم من مجموعة من البنوك المحلية حق وحدة التحريات وهي وحدة مستقلة بموجب قانون غسل الاموال الصادر في سنة 2013 اللي يوجب على البنوك انها تتقدم ببلاغات مفادها بوجود حسابات يعني متضخمة او فعليها شبهات الى وحدة التحريات حتى تقوم الاخيرة بالتحقق منها وفي حال وجدت بان هناك بالفعل شبهات تقوم باحالتها الى وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات التحري وهو ما حدث بان البنوك قبل ثلاث شهور تقريبا احالت مجموعة من مشاهير السوشال ميديا الى وطبعا بعض الشخصيات الاخرى حسب ما فهمت ايضا ولكن مشاهير السوشال ميديا ايضا من بينهم وتم احالتهم الى يعني وحدة التحريات وحدة التحريات يعني حسب ما هو في البنك مثلا اللي بيّن عنده فروقات كتقييم مع البنك هذي الناس اللي خذوهم على التحقيق يعني للمجريات القانونية نعم هو بس اوضح بشكل يعني ابسط حق الناس انه في مجموعة من الاشخاص حساباتهم عادية جدا حسابات شخصية وبالتالي وجدوا يعني هذه البنوك انه في عملية التداول كبيرة من ناحية خروج المبالغ يعني تداول متسارع يعني تسارع وبمبالغ كبيرة متسارع كبيرة على مدى سنة او سنتي تحويلة غريبة لكن قبل شوي مشاهير يقول امن الدولة هل امن الدولة هم الذين يحققون يعني بالضبط احين بعد ما تخلص وحدة التحريات تستقبل تتلقى البلاغات من البنوك يتوحدة التحريات حولتها وزارة الداخلية مباحث امن الدولة مباحث امن الدولة تستدعي الاشخاص وتسألهم من وين لكم هذه المبالغ اللي موجودة دخلت بحساباتكم هالالاف او مئات الالاف من وين ايت لكم او هالمبلغ هذا الشبير اللي على مدى سنة او سنة ونص مليونين ولا مليون وشيء ولا ثلاثة مليون من وين هذه المبالغ فبالتالي يتعين على الشخص انه يقدم سلامة هذه الاموال لجهات امجادة احنا فيها خلينا عندنا منعايش هذه التجربة نشاري موجود معانا حين يرزق خلنا عرفه طبعا فوق قاعد يقلي وانتا تتكلم راح اقول لكم من اين لي هذا اللي صار بالضبط ممكن كلام اخوي استاذ حسين العبدالله صحيح ولكن في جزئيات لازم واجبنا نوضحها البلاغ طبع من البنك الى وقت التحريات وقت التحريات الى امن الدولة استدعينا الى امن الدولة سؤلنا عن مصادر هذه الاموال انا قبل بس احب اوضح نقطة مهمة ان الموضوع ليس متعلق في قسيل الاموال نهائيا تضخم اموال تضخم حسابات قسيل الاموال فكرة قسيل الاموال او حسب ما نص عليه قسيل الاموال ان تكون اموال ناتجة عن افعال مجرمة كتجارة المخدرات تجارة الاسلحة تكون كاش تدخل في البنك بس امشاري ما احد قال قسيل الاموال يمكن انتو حطيتو المانشت اللي عبدع فيه خون حسين العبدالله المصطلح المتداول الان مشاري ان شبهة غسيل الاموال انه شاكين ولا شبهة غسيل الاموال لا توجد شبهة غسيل الاموال هو القضية تضخم حسابات كمين غسيل الاموال لا تكون في مبالغ كاش اتخلط العساب ومن ثم تمت مداولة يعني حسابك تضخم لهذا استدعيت حسب ما هكما يشوفون تضخم ولكن يوم رحت لاني مليونير ولا عندي ملايين ولا عندي حتى مليون واحد يعني انت اسقاط يعني المليونير ارتزع مع الحدث هم اللي البنك اتكلم عنه انه خلال فترة من واحد واحد 2017 الى 2018 هناك حركة تداولات ما بين مبالغ داخل في حسابي ومبالغ خارج من حسابي تعادل قيمتها مليونين دينار ايه ما قالوا صح مليونين هل صحير؟ بس ما في مليونين موجودي على ايدي يتحركون فقط والله عندي مليونين شمية المقابلة صدقني صدقني فأول فكرة مثلا طالب حول لي 50 الف انا حولت ال 50 الف حق حسين صحي يحسبون العملية هذي كلها 100 الف دينار المشكلة اللي صارت يعني احنا بالنهاية كمشاهر سوشال ميديا كإنفلونسر ما عندنا مشكلة الروح بالنهاية لا تبوك لا تخاف يستدعيني امن الدولة النيابة وحدة التحريات ما عندي مشكلة تقول لي عندك عندي كل شي تفنيدة سهل و بسيط ولكن يبقى السؤال المهم انت كبنك وانا اليوم ما ألوم اي جهة في الدولة لا وحدة التحريات ولا امن الدولة انا بالنهاية هم تحركوا وفق بلاق وصلهم من احدى البنوك عليس الاشدر انك ترفع السماعة على مشارب ويابس تسئله شنو الشيك اللي داشت حسابك او التحويل هابايايك من هل مكان ولا هل مكان كبنك يعني طبعا طبعا انت اليوم ما سؤلت بس يمكن البنك ما عنده صلاحية هذا السؤال لا يملك 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 انت اليوم تروح البنك وتحط يدع ثلاث تلاف او فوق ثلاث تلاف الموظف يعطيك فورمة عبلي او اكتب اسباب من ويلك هذا المبلغ ثلاث تلاف او فوق ثلاث تلاف تدار يملك وانت اليوم لما تروح البنك وتشوف عائلات البنوك العميل اولوية اهتمامنا بالعميل العميل اولا ما انا عميل والمفترض عندي مدير حساب ما كان لاجتر انك ترفع السماعة تسألني تقولي هذا الشيك داش به القيمة هذا المبلغ داخل بس هو اكثر من بنك لا 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 معناه انه بريسيجر متعارف لكل بنوك مو صحيح بنك واحد بنك واحد هو اللي بدأ هذا الموضوع وهو تسعين بالمئة من البلاغات التي وصلت لونة التحريات ما راح اذكر اسامع عشان اوديكم النيابة معاك هذا السؤال السؤال اللي اهم من ذلك انت اليوم يا يتحاسب مشاري بويابس واشتبهت في حساب في حركة تداولة مليونين دينار مع ان الحساب ما في مليونين دينار قبل فترة اثيرت قضية ضيافة الداخلية وعشرات الملايين صحيح هل احيي لاصحاب هذه الحسابات هل حركت البنوك بلقات ضدهم بتضخم الاموال يمكن فلوس ما دشت البنك وان دشت كلها بحسابات لا لا في حسابات بنكية واخو يحسين متابع لهذه القضية وعندها يأكد المعلومة صحيح في ملايين ادخلت في حسابات معناته هذا البنك متقصد شخصيات معينة مش البنك متقصد هناك حملة موجهة والحين راح اأكد لك وبين لك ليش القانون اللي تذكره اخوية حسيني العبدالله قانون قصه اللامال هو قانون موجود والقانون المفترض ان يطبق ولا يستخدم ان ارد تطبيق القانون فتطبق على الجميع مصدره واحدة ولكن شنو تفسيرك ان الحملة صار فيها فقط او شملت مشاهير السوشال ميديا المتضخم حسابه سواء كان مواطن عادي غير معروف او مشهور هناك تضخم في مسؤولين اتهموهم الان يعني بعض الاتهامات كاختلاسات او غيرها وما قدم البنك اي بلاغا معنا هذا السؤال ليش ما قدم ليش ما قدم احد الاشخاص حسب مؤثير في الصحف في هذه القضايا كان في حسابه 30 مليون دينار وهو موظف حكومي راتب لا يتعدى 3000 دينار والعملية تضخم الاموال هذه تمت على مدار اربع سنوات وين البنك اربع سنوات خلينا نقول يعني ماني بندخل موضوع مع موضوع مع احترام اللي رأيك اكيد وهذه المقارنة اللي تكون مفيدة اكيد لموضوعك بس يمكن لان يعني اللي في السوشال ميديا او مثلا البلوغرز او الفاشنستات يمكن اهما بعد قاعدين داولون هذا الموضوع يمكن الرفاهية اللي اهما قاعدين يسوونها مثلا ان كانت حقيقة او كانت مثلا شو يكون يمكن هذا اللي خلت الموضوع يستدعي بس انا بس استوقفك بس على نقطة 24 ساعة مثلا على سناب او ان كانوا في تويتر او ان كانوا في الانستجرام ما اكو شي مغطى يعني ان هما قاعدين يشتغلون في امور فيها سفر في امور فيها شركات عالمية قاعدين يروحوا لها في امور ايضا يعني مثلا داخل الكويت فيها مثلا عقود تكون يعني باموال ما هي سهلة يعني اوكي يعني انا هنا مو بموقع اني ابي ادفع الاتهام يعني ابي اوجه الاتهام حق مشاهر السوشال ميديا او ان انا بدافع عن موضوع اللي حاله يبقون اخوان وزملاء ونحترون مقدرهم اذا لماذا تشكيك اي اوه في النهاية وليس تشكيك هو الموضوع عبارة عن خبر صحفي وانا نقلته من خلال مصادر يتني انه يعني مضمونة بانه مع بعض مشاهير السوشال ميديا هو خبر في النهاية صحفي مثير حتى اللي بقول صحافة يجد بانه خبر مثير يستحق النشر وهذا اللي حصل بانه انا نشرته بعد ما تأكد من المعلومات والمصادر بانه هناك بالفعل احالة احالة سببها احالة سببها واقعة تضخم المال يعني الاموال الموجودة بحسابات هؤلاء الاشخاص وغسيل الاموال لا لا انا حبس بوضح لك تغطيني بس فرصة دكتور واقعة الموجودة هي عبارة عن واقعة تضخم اموال موجودة بحسابات هؤلاء الاشخاص مفادها بانه هناك حسابات او ارقام غير مألوفة على حسابات هذا الشخص يعني اليوم قاعد نتكلم مثلا شخص كان تداول السنوي بحساباته خمسين الف دينار فجأة صار بحساب او تداول السنوي ثلاثة واربع مليون دينار هنا البنك يحط علامة استفهام مسألة ان فيه بنك حرك وبنك ثاني ما حرك هذه مسئولية جزائية على العاتق البنك وممكن وحدة التحريات ترفع تقرير على البنك المركزي بمعاقبة كل البنوك اللي امتنعت عن الابلاق وعقوبتها كحد اعلى خمسمية الف دينار نصف مليون دينار لذلك اليوم نجد فيه بنك بلغ بنك ثاني امتنع او ممكن راح يبلغ هذه مسألة يعني وقتية وبالتالي ما ممكن يعني انا اختلف مع ابو ناصر في هالجزئية ان نلوم البنك في هالجزئية انا الوم شخص اخر مشاري ذكر مسألة في غاية الهمية كان يتعين على مسؤولي البنك او مدراء ان يستدعون هذه مسألة وايد حلوة لكن في مسألة ايضا منطقية اذا احنا اليوم كمشاهير بالسوشال ميديا نعمل في مجال الدعاية والاعلان الا يعني يتطلب الموضوع ان احنا نعمل تحت مشروعية 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 يعني منطقية يعني تتأكد من سلامة هذه الاموال يعني اضرب الكبثان انا اشتغل بمجال الدعاية والاعلان ليش ما تفتح لك مؤسسة برخصة ما تتجاوز قيمتها الف دينار تحت باب الدعاية والاعلان ويدش المبالغ داخل الدعاية والاعلان داخل الاكاونت الخاص بالدعاية والاعلان ليش عرض حسابي الشخصي اللي هو حساب عادي الى تضخم مالي كبير وبالتالي يجعل علامات استفهام حق الجهات الرقابية يعني اليوم deceiveنا نكون اكتر منطقية اذا كانت البنوك متقصدة هل وحدة التحريات المستقلة ايضا متقصدة هذه علامة استفهام ايضا جوار شئي بضع انا عار بس بالامكان اذا البنوك يتبلغت بامكان وحدة التحريات تقول لا تداولات طبيعية وما في أي شيء صح ولا لا؟ دعنا نسمع من نحشاري على هذا الموضوع حولت الموضوع عشان تدير بس بكفها الجزئية وانتقل إذا في مجال أنه أيضا كان في خطأ من مشاهير السوشيال ميديا أنه في النهاية هذه الإعلانات وهذه التداولات المالية الكبيرة كان يتعين وضعها في إطارها الصحيح وهي مؤسسة أو شركة أو رخصة إذن تحقيقك في هذا الأمر وصل إلى نتيجة أن هذه الأموال أموال حقيقية لكن فيها خلل بالتداول وانت ذكرت قبل شوي أنه لو كانوا فاتحين معنات أنه أنت ما تشكك بتضخم الأموال لا ما شكك بس بقولك جزئية بهالجزئية تحديدا أنه اليوم وحدة التحريات لما رفعت الموضوع لأمن الدولة أمن الدولة هنيت نادي الأشخاص تتأكد مصدرك سليم 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 اللي يتبين بأن مصدره متحصل من جريمة راح تحيله بغسيلة مال أنا بحول كلامك الآن إلى بشارية سمعتين كل كلام سمعت والكلام أقلبه مردود علي أنا أبلش في نقطة أنك تعمل بمشروعية أو تحت رخصة موية اليوم ما في شيء يلزمني أنا كمشهور أو كصاحب حساب أن أروح أطلع رخصة ما في قانون تفادياً؟ موش تفادياً اليوم أنت مهمتك كدولة أنك قاعد تجهز قانون أنا عارف ومردود عليه المادة أنا عارف أبو علي مستند على مادة في قانون الرخص متناهية الصغر إلى آخر أنا برد على سؤالك لنفترض اليوم وفق اللي إذكر أخو يحسين أن مشاهر سوشال ميديا قاعد يعملون خارج إطار القانون وخارج إطار تشريع موجود وزارات الدولة وهيئاتها تتعامل مع هؤلاء المشاهير عن طريق إعلانات لمهرجانات لإيفنتات قاعد تسويها لأحداث فهل يعقل أن تقوم الدولة بالتعاقد مع أشخاص مخالفين للقانون إذا كان فعلاً هم مخالفين للقانون هل عندما أسن هذا القانون هل تم إبلاغ مشاهير السوشال ميديا أشوف الهيئات الحكومية شاطرة لأصار عندهم إيفنت ولا أصار عندهم يدقدقون تعالوا وبلاش بس أنا ما أتوقع أن في وزارة تعاملت مع أحد من مشاهير السوشال ميديا عن طريق عقود ورقية بقض النظر يعني أنا أقول لك شغلة أنا أنا كمذيع أقدم أتمرات مثال تيني الوزارة الفلانية يقولوا أننا لدينا مؤتمرات على مستوى عربي نبيك تقدم كمذيع كم تأخذي باء أنا أخذها الكثر عمرهم ما قالوا لي ترى في عقد هم يطلعون المبلغ هذا من مبلغ المصروفات على المؤتمر سواء مأجر سماعة ولا جايب ورد أنا ما كلمك على طريقة الدفع الحين يعني ما في وزارة تدخل في إشبالية عقود مع أشخاص أتكلم عن أن هناك تعاملات بإجهات الحكومية وبين مشاهير هناك تعاملات يعني أنا أحد الأشخاص قبل لكن تعامل ما رسمي بمشاريع لا لا عفونا اليوم لما رسمي لما تصلنا على وزارة الداخلية على سبيل المثال إدارة المرور ويقولوا أننا لدينا أسبوع المرور وعندنا فعالية نبيك يعني إذا تكرمت تفضلت قطيها هلو؟ تأخذون فلوس؟ أقسم بالله ما نأخذ فلوس من الذي يأخذ فلوس؟ أرى في الأمور هذه سواء تطوعية أو خيرية أغلب المشاهير في السوشيال ميديا ما يأخذنا فلوس خلاص ولكن لا أنا فكرتي أنت ردّت على كلام لا لا خلا وصول لك فكرتي أنت اليوم ما دفعت فلوس لا أنا مو على فلوس أنا ما أكلمك على دفع مفادي أنت على التعامل المشروعية التعامل أنت اليوم تقبل التعامل مع شخص أساساً مخالف القانون أنت جهة حكومية أنت أمام تناقض أو أن اليوم أنت ما استدعيتني أنت كوزارة إعلام وزير الإعلام الأسبق الشيخ سلمان لحمود عندما أقر قانون المرئي والمسموع وفيه أعتقد ساعدني عليه الإعلام الموحد ما الذي تطلع تراخيص الخدمات الأخمارية الإعلام الإلكتروني الإعلام الإلكتروني إعلام الإلكتروني طلع وزير الإعلام مصرح في الفنط العريم لا يشمل الحسابات الشخصية إحنا حساباتنا اللي قاعدين نسوو فيها إعلانات حسابات شخصية ما هي حسابات إخبارية يعني ما في قانون أن أنت تستندون عليه أنت تكون عندك رخصة وأيضاً أنه ما في آلية معينة علشان أن أنتوا مثلاً تحط لكم طريقة تعاملكم وتعاونكم مع هذه ومن خلال برنامجكم هذا أوجه إلى وزير الإعلام الأخ محمد الجبري ووزير التجارة الإعلام الإلكتروني أيضاً خالد الرضان إحنا نبي منكم تشريع قانون ينظم هذه العملية ولكن بشرط أن تكون بطريقة عادلة وأن تكون عن طريق استخدام إلكتروني تبين أن نطلع ترخيص لإعلان لا تقول لي روحوا وزارة الإعلام وأقعد لي على موظف يمكن أن نداوم موم داوم عشان أن نطلع للورقة خل شغلي أولاين تحتاج السرعة طبعاً خل شغلي أولاين أول مرة أول ما تأسس شركة بعد خلص لا أنا لا أعني مشكلة على كل إعلان أطلع ترخيص إذا أولاين ما أنا خسراً شيء صحيح بيدخل الأبليكيشن بعد البيانات أنت تأخذ الداتا بيس ولكن في نقطة أهم من هذا أنا اليوم حتى لو أقر هذا القانون من يضمن لي سرية المعلومات هاي معلومات معلومات أنا ممكن تنشر بعدين يعني أنت اليوم قضية مثل هذه صار لها ثلاثة شهور سبحان الله ما أثيرت إلا في اليوم واللي أنا رحت فيه للتحقيق في أمن الدولة يبونك صحيح يعني كشغطية متيرة مثلاً لا فيه لا فيه لا فيه لا فيه ما علي ما عليش اسمحوا لي فيه فيه ناس تافهة في مجموعة أطفال يتقلدون بعض المناصب عندهم خصومات سياسية معايا معايا فلقوها فرصة أنهم يتصيدون ويذيعون هذا الخبر وكأن مشاعري متهم في قسير الأموال يعني تعتبر أن هذا الموضوع اللي حصل كأنه يعني موضوع شخصانية وتصفية حسابات أنا بس خليني أنتقل على موضوع ثاني عشان نمشي على الأعداد وخطة الحوار اللي احنا فيها إذا تسمحون احنا نجوف حين اللي بسوشال ميديا يعني المنتشر اللي صار عنده بيت بشكل مفاجئ اللي صار عنده مثلا شقة في الخارج أيضا شالهات جواخير يخوت حبوتك دارة ويرش جمال نجار أنا ما نشغل لأسفر أنا أسميلي شيئا لا يعني نحن يعني مو بصدد ذكر الإسماء لكن يمكن نورة واضح سؤالها أن التضخم السريع وشنو عذرهم أننا نطلع ثلاث تلاف ونص باليوم أكثر أكثر شون يطلعون ثلاث تلاف ونص باليوم أنت اليوم حسبة مين يدفع له المعلن محل برقر يدفع ثلاث تلاف طبعا طبعا محل برقر يدفع الفنص باليوم ما يطلع فلوسة يطلع فلوسة يمكن بيومين لا ما يطلع لا يطلع أنا أقول لك شيء أنا عرف واحد صديقي ليس صديقي واحد من الأهل ياب نمبر ون تقريبا أو خنقول توب فايف أي بدون ذكرى سامي بدون ذكرى سامي ثلاثمئة وخمسين ثلاثمئة وخمسين دينار نمبر ون والله العظيم لا ورب الكعبة بعد الهواء قل لك من يابها من سوق اليمعة ثلاثمئة وخمسين الأسم يرن رن هذا أي سنة يابح تأول من قبل ستة شهر ثلاثمئة وخمسين دينار ثلاثمئة وخمسين دافع لها ثلاثمئة وخمسين وعطك بعد معلومة ثانية أنا لازم أعرف هذه أنا موقعها حصي أعطك معلومة ثانية صديقي يشتغل في محل ماركة عالمية جدا 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 حلو يقول يون الفشل نستات يصورون ويمشون صح لا يشترون ولا نهديهم لما يروحون بالإسناب يقولون شكرا فلان الشركة أهدتنا هذه الجنطة خلون خلنا وضح لكم وها وبعدين تقول أنا سوي ثلاثة إعلانات باليوم وين ثلاثة إعلانات لا لا خلنا وضح لكم كليتي صمونة فلاثل وشلتي جنطة ورديتيها بمحلة خلنا وضح لكم قبل لا أرد على جسئيتك مو كل شي تشوفها بالسوشال ميديا صحيح أصلا كلها مو صحيح لا فيه فيه تشيز بلهني اي وفي تضطر أنت بعد تسوي أفلام لا لا ما سوي على فكرة أنا واضح وشفاف ترى ما تعرض إعلانات لا ما نشوف لك إعلانات كثير من اللي قاعد يشوف لا كثيرهم ما سوف اي كثيرهم ولكن أنا أملك شركة وانا الشركة هذه المبالغ هذه كلها كانت محولة لي بناء كوني وسيط لإعلانات المشاهر الآخرين أنا خلناك لشغرا مو كل شي تشوفها بالسوش الميديا صحيح ومو كل المجوهرات اللي قاعدت تنعرو والسيارات والبيوت صحيحة ولكن فيه جزء صحيح أنا بعطيك اليوم ومسميلك اسم وانا استأذن منك قبل اللقاء يعقوب بوشهري اليوم أغلب الناس قاعدت تكلم على يعقوب شرالة ياخت وإلى آخر ولكن وخيل بعد شنه عنده خيل وعنده ساعات والله يزيده ولد مشتده آمين يا رب محد يعرف شنو يملك يعقوب بوشهري ولا يعقوب بوشهري ملزوم إن أطلع للناس وقول لهم أنا أملك هلعدد من المطاعم أنا ولكن ها خنقول لك وابوح لك نقطة اليوم ممكن يعقوب عند شريك في خمس مطاعم وهناك مدافع فلوس شريك بنسبة مقابل إعلانات إييني فلان عنده مطاعم يقول لك يا بتاع أنا رسمان المطاعم بس هالنسبة هذه مو عن يعقوب أي شخص ثاني هالنسبة هذه يشتري فيها يخت طبعا وبيوت الرجل أنت تعلم أن يعقوب عنده شريح وعمارات وماركات وسيارة يشتريها ما تعجب يبدلها بسيارة ثانية شفت هذه النقطة المطاعم هذا أنا أقول لك أنا أقول لك شو المطاعم أنت تعلم أنه لا أعلم على ذلك نحن ربعنا ترى عنده المطاعم فقارة أنا أعطيك على سبيل المثال يكدون كد ومن مكان ل مكان عشان يطلعون بايزة يكدونها مثلا أنت رات خليني أكمل تأخذ المعلومة اليوم يعقوب بشهر على سبيل المثال يملك شركة عقارية والشركة العقارية ويملك الوناد عنده علاقات مع الشيوخ بالكويت ومرة برة الكويت فيملك أنت اليوم لو يبيع لمجمع يسوي ديل مجمع بسبعين مليون نسبتها منها سبعين ألف دينار حلو؟ ومسوي ديل اسمح لي بخالد أنا بس لازم أقول المعلومة هذه مسوي ديل بها القيمة وطلعت لنسبها الكثر بالإضافة سعر إعلان يعقوب خارج الكويت ثلاث أو أربع أضعاف سعر الإعلان داخل الكويت وانت لو تتابع يعقوب على مدار الشهر عنده خمسة سفرات فأنت لو تتأخذها أفريج ما بين الكويت وخارج الكويت الرجل المدخول بالشهر 120 ألف دينار زيخ أنت تكلم عن المدخول بالشهر 120 ألف دينار وبالنسبة لك والله ما أنا يا جذب والله أطلع لكم رأس سابي خلّي 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 الأفريج يتراوح أنا كسور في مجال الإعلانات فإعني وائد لقيت نفسي في موضوع الشركة التي تنظم هذه الإعلانات وائد أريحلي أنا ما عندي قابلية يعني وصلت المليون مشاري ولا تحيت المليون والله لو عندي رص مليون ما يتكن أفوك لون الله هذا تصريح أفريج البقية من الفاشينيستات خلّينا مثلاً قالوا ثلاث تالاف ونص أربعة تالاف ونص بالشهر لا لا باليوم قالوا ولا بالشهر باليوم 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 انت لا تصير نحنبلية وتأخذينها عاد بالشمو إيهي الفكرة إحنا نبي نوضح مليون بالسنة مليون بالسنة وارد لا لا مليون بالسنة ما تشتري ما تروح ما تيه كلها ببلاش شون ببلاش أنا أقول لك أنا أقول لك اليوم مثلاً حمد غلم سيارة قيمتها أربعين ألف وخمسين ألف طالب لا تقعد تسأل لا تقعد تخلينا جاوب يلا مثلاً حمد غلم سوى عقد مع شركة جاكور إعلانات مقابل سيارة وتمت سيارة عنده شركة الزياني مثلاً كان عندهم 50% وبعد سنتين أدفع 50% اليوم أنا ماني مجمور لما أشتري شيء أبرر لك وأشرح لك كيف شريتي عفواً مع احترام ولي جميع المتابعين لا أحد لشخص المشاري حقدين عليكم صح؟ حسد مو حقد حسد في ناس يعني يقول لك شهادة تروح تأكل لها همبورغر وتطلع 1500 دينا أنزين أنزين أحد قال اشتعالك لوياك أنزين أنت اليوم تقول تقول المشاري حسد أردانا حق أبو علي نعم ما قاعدة تشوف تضخم بحسابات بعض الناس في السوشال ميديا بشكل غير مبرر أبي أسمع عجابتك شوف أبي أسمع عجابتك بس بعد بعد الفاصل تحفظ رجعنا من بعد الفاصل صارتا قم طاقة قدوانية ستايل حاليا ناسي على موضوع أكيد الفاشنستات اللي انطرح فيه مؤخرا يعني على تضخم الحسابات الحاصل يمكن مشاري تحجيت عن النقاط كثيرة خلني اسمع ردك أستاذ حسين عن الموضوع وأنه يعني احنا خلي شوي يعني يكون يعني منصفين يعني هم قاعد يتعبون وقاعد يعني يقدحون وفي منهم أغلبيتهم مننا صغار في العمور وشباب وودنا أن يكون مثلا هذا العمل يمكن شيء يديد في الكويت وبالعكس ترى ما في مننا في الخليج يمكن عيالنا اللي في الكويت قاعد يتصدرون ويروحون برا فشوية يعني خلناخذ الموضوع بشكل يعني ما نبلش الكل خلنقول يعني البعض أو نقول إنه في شكوك بس إنه ما في أدلة يعني طبعا في النهاية أنا رد وأقول أنا مو في موقع إنه أنا وجه اتهام على أحد نهائيا بعض مشاهير السوشال ميديا خلن نكون واضحين في تضخم بحساباتهم التضخم بهذا الحسابات مو ناتج عن يعني خلينا نكون واضحين أكثر في إعلانات مو منطقية يعني اليوم أنا لما يدشلي واحد مثلا واحدة من مشاهير السوشال ميديا إليها إعلام السعودية قيمتها مثلا عشرين ألف دينار كويتي نظير مساهمتها بإعلان موجود في سناب شات مثلا أنا هنا أضع علامة استفهم وليش لا بالعكس من خلالها بيون كاستمر بس خلينا نتكلم إنه في شيء منطقي إن اليوم أنا ما شكك بالمشاهير ولكن اليوم لما نشوف تجارب الناس اللي بيشتغلون بغسيلة الموال هذي أساليبهم إن اليوم ممكن يتداول شيء سعره يضاعفه إلى أكثر من أضعاف معين يعني قيمة الإعلان ثلاث تالاف مثل ما طلعت واحدة من الخوات قال قيمة الإعلان أربعة تالاف ونص في التالي تم مضاعفة هذا الإعلان إلى عشرين ألف دينار بس ما بذرور الاستراتيجي استخدامها أو التقنية استخدامها معناتها نفس هذا أنا في أمر وصلني إن كأن أنت تصديت لهذا الخبر علشان يكونون يعني كل يعني الخصوم كلهم مشاهير وتصير أنت يعني تبحث عن الشو فشنو ردك هذا التيام طبعا أنا أكمل بس هالجزئية محمد يترد عليك أنا أرد عليك أنشي على الإعداد بالأوانة فمسألة بسألة وجود الأموال هي مسألة حقيقية بالتالي أهم اليوم لازم يردون على مسألة مصدر هذه الأموال مدى سلامة هذه الأموال من عدمها كيف هل هذه الأموال ياية من جريم أم لا ياية من جريمة فبالتالي لازم يبررون لأن جريمة تغسل الأموال اليوم تنتقل من شخص إلى شخص ممكن أول واحد باع السلاح حول فلوس إلى شخص معين هذا الشخص المعين تعامل مع يعني مشهور السوشال ميديا فبالتالي جريمة تغسل الأموال اليوم مسألة موجودة وبالتالي الجراء اللي سووا البنوك في هذه الجزئية يعني من متطلبات قانون شنو قانون غسل أموال بالنسبة لك سؤال لا أحتاج أني في النهاية أنا أمانة حسيتك مفعل ترى لا 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 بس أحب أن أنوه للمشاهدين إذا تسمح إذا تسمح إذا تسمح إذا تسمح إذا تسمح يمكن كذا حلقة صار معنا هذا الموضوع وإحنا ننبلش في السوشال ميديا إحنا عندنا أوراق نمشي على أعداد موجود ممكن لأوراق قادر ستطلع بيضاء وإحنا عندنا حوار معين نمشي فيه ومعينة نمشي فيه نحطة معينة يلا اللحق نغطي أنا إذا أنت انفعلت من سؤال أو هو اتهام موي أنا لا قاعد يعني أسكر الإجابة مسألة أن أنا أبي أحتاج الشهرة لا الحمد أنا ما أحتاج بالشهرة يعني أنا أشتغل في العمل الصحفي من 98 يعني في تعدت في أكثر من صحيفة وفي أكثر من مجال وجمعت في المادة الخبرية القانونية مع عملي كمحامي من طالب إلى عملي كمحامي لا كشهرة ألكترونية الشهرة يعني ما أحتاجها في هذا المجال ولا أنا يعني خبر صحفي رح يرفع اسمي والحمد لله أنا يعني عملت في أكثر من صحيفة ونشرت في أكثر من وضوع وعملت أكثر من دراسة قانونية ولله الحمد عملت أكثر من دراسة قانونية وبسبب هذه الدراسات القانونية عُدّلت تشريعات في مجلس الأمو ولا الحمد فبالتالي مسألة أن أحتاج شهرة ولا بشتهر هذا كلام يعني مردود عليه وأعتقد برأيي أنه ما لا قيمة قبل أحد يجب سؤال ثاني بس في نقطة جزئية ودي بس أتناقش ويا أخويا أحسين ما يعطي فتشة لا 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 لأنه قال محامي لأنه قال الإعلان يوصل سعره إلى رقم ما هو منطقي من هو اللي يحدد منطقية هذا الرقم صحيح التحريات لا 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 في تحريات حريات لما يسألونك يعني 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 يقصي شنو هذا المبلغ لشلكة بلوينيان يبدون يتحرم قصدي أن اليوم من اللي يحدد أن هذا قيمة الإعلان اللي يسويه فلان وهذه قيمته ما في ما في ما في كريتيريا معينة تحدد هذا الإعلان قيمته هالكثر أو هذا هو بالنهاية عرض وطلب يعني قصدك أنه في شركة تشكل تشكل في جهات تدفع زيادة لا عفوا في شركات مجوهرات شركات سيارات قيارة في عندوهم ميزانية مهولة طبيعة الإعلان اليوم أنا لم يتفق على الإعلان بعشرين دينار مثلا مثلا ما بكر أخوي حسين شنو يشمل هذا الإعلان يشمل تقطية في سناب شات في تصوير فيديو يستخدم في التلفزيونات وفي سوشيال ميديا سبونسر آد هذا لا سعر بس على فكرة أستوقفك في النقطة هذه الإعلان ترى مبلغة ما هو بقيمة المنتج المعلن ما لا علاقة كان صمونة البرغر اللي قيمته دينارين أنا ما فهم تفرق عن جط اليوتي أنا بطنك معلومة واحدة من الفيشن استات وإذا تريدون أقول اسمها أقول اسمها لا لا ما نختار أنت لا تقول اسم عشان نضرب سعر إعلانها سعر إعلانها العادي أن تروح تحضر لمطعم أو شيء وتقطي بسناب شات 2000 دينار سعر أن تسوي الأفتر ستوري اللي هو هذا أرفع الشاشة 5000 دينار هذا غير الألفين الألفين تقطية الخمسة آلاف ارفع الشاشة تابع تصورني فيديو تستخدمه في انستجرام وتويتر هذا لا سعر تابعيني أحضر مصنع بره الكويت هذا لا سعر لأي منتج كان أي إن كان لو تبيع قرطاس وهو بالنهاية تفاوض عرض وطراب أنا ممكن اليوم أبو علي شي يقول لك يقول لك الأسعار هذه اللي انتقلتها الأسعار اللي انتقلتها كمنطقية يا رجل في ذهن البنوك في ذهن البنوك في ذهن ضباط المباحث غير منطقية لازم يتحررون عني تحقون أنتو كمحيط مسعرينها أنا عارف يا أبو علي أنا محلق جمعية تحط لي لحية بدينارين وتلزين بدينارين تسعرونها في النهاية في ناس هم من يتأكدون من سلامتها من صحيتها من مصدرها في مرق بين التأكد هذه الفكرة لا لا أبو علي مهالة لهم في مرحلة التأكد لا أنت فارق بين التأكد من مصدر هذه الأموال وفارق بين أنك تغيم منطقية هذا الإعلان أنت اليوم مدورك وما في سعر معين مدرج أساسا أنا اليوم أنت وفي طريقة مبارك يوم خذوك أمن الدولة عشان يحققوا معك كنت متهم أو مساءل أحين راح أول شيء لازم ناس تعرف أن مشهور سوشال الميديا وتقييم للإعلان أنا بالنهاية ماني حلاق جمعية تحط لي اللوحة هذه لحيا ديارانوس لحيا سشوار ديارين هذا أمر يرجع لي أنا أقيم نفسي بألفين وثلاثة لاس أنا أحب أقول لك معلومة وأرجع على سؤالك اسمو ناصر تسعير موجودها تسعيرها تقريبا يعني متفق عليها عرف بين مشاهل السوشال أنا أرد عليك هل حلاق يقول لي حدد لي شنب يقول لي 56 دينار مثلا أنزين لا يصير لا أكيد لا يصير ليش قل لي عشرة أقبلها طيب لأ واحد قبل ليش لا قبل أشكرا طالب عفوا مو غسيل أموال تفرك أموال ليش هو يقول لك بها السعر لأن الجمعية محددة لائحة أسعار يتزم عليها هذا الحلاق نحن اليوم ما عندنا جهة حسد أسعار صحيح ولا يملك أحد يحدد اليوم يا أخي أنا بطلع بطلع مطعم لكم الحق يعني هو أنا خلينا نقول على موضوع يعني ضيعتيني النورة تسمحي لأكمل تفضل ثلاثي إذن أكيد تفضل أنا اليوم يدق علي المطعم سين يا أخي أنا أبي ثلاثة ألف ممكن ما أبي أروح لي حلو يدق لي حسين العبدالله يقول لي عندي مطعمي في المكان أروح لبلاش ورحت لك ببلاش صحيح أعرف أعطيت السيارة أعطاني أعطاني ربيان أعرف أعرف فاليوم ما في لائحة أسعار الآن بطلع حق هذا بثلاثة ألاف بطلع حق هذا بأربعي هذا يبقى أحب صديقي بطلع لبأ حلو بس مشاري لا تصادرون حق الجهات المسؤولة بالتحري عن هذه الأموال على عيني بس خلص يعني تمو زعلان اليوم أنا زعلان من البنك وأنا مو زعلان من الجهات الرسمية إن شاء الله تنجبر خواطركم ويعني بس يعني بقى تعليقا يعني لوكلك ربيان وتلك أخو شيء من الدوت وفي سؤال لا لا في سؤال شاء العسرة راح لبس في نقطة مهمة لا ترى أنا من الشرط خلق أم هذا أمك لم يدن أنا أقول لك شغل أنا حين بقول لك شغل وأتمنى أخوي حسين تبنىها هل تعلم أنه قانون مكافحة قسير الأموال أو القانون بالكويت لا يشمل المحامين لا يشمل المحامين المحاميين المحاميين كالحين أنا يوقع ما يندرج عليهم مستثنين المحامين أتمنى أنك تطالب أنهم يتشون في هذا الموضوع بس بأوضح الجزية موضوع عجر موضوع قانون غسل الأموال ما يستثني أحد ولا العلاقة بأحد وهو يعاقب الأموال المتحصلة من جريمة أيما كانت الجريمة أيما كانت الجريمة وبالتالي ينطبق على المحامي غير المحامي بس هي فكرة أنه لما الحين محامين ما تم استدعاهم هذا موضوع ثاني إذا أهو عنده أمنية أن محامين يستدعونهم هذا موضوع ثاني بس هي فكرة أنه معلومة القانون ما يستثني أحد يعني يمكن مشاري فهمها إنما تم استدعاء لا حد حتى الآن في نصف أحد القوانين يستثني المحامين وعدة مهن بس أنا وضحي شغلة في قانون مثل قانون غسل الأموال بس بوضح الجزية ونطلع من جزئية مفيدة أي أنه قانون غسل الأموال يجرم على الأموال المتحصلة من جرائم وليست الأموال المتحصلة من الأعمال الغير مشروعة كيف يعمل بالسحر والشعوذة اليوم وتطلع لفلوس يبي يدع فلوس بالباينك بيقولوا لأروح أنت براءة لماذا؟ لأن القانون الكويتي لا يجرم السحر والشعوذة نحن خلينا لا نطلع براء الموضوع أرجوك أستاذي عندي شوك سماعة والله العظيم طلعنا براء الموضوع والله العظيم نحن عشان الوقت لا ياخذنا هذا أنا الوقت خلص الوقت لدينا موضوع أخر لدينا نطرحه عليكم نشوف الفيديو هذا صورة صورة ونبي تعليق مشاري وبعدين نبو علي تعليقنا عن الموضوع نشوف الصورة أنتم معنا أكد على الهواء موضوع عبوتك موضوع يمكن أن يتشار بشكل كبير أسمع كلامك مشاري أشوف أنا عبوتك لأني أحب فشهادتي في مجروحة تعبعت الحملة العامية وعطوا الموضوع أكبر من حجمه والرجل ما وجه مساس مباشر ولا وجه كلام لشخص بعينه كنت أتكلم في موضوع عام بس ما قال البعض لا قال للاحظ يقول على جملته اللي في بداية الموضوع قال على سبيل الافتراث فأنت اليوم كل ما قاله على سبيل الافتراث فأنا اليوم يمكن أخوي حسين قانوني وأخبر مني ولكن أنا شوف أنه هو عفوي يعني بعد بالعادشة يعني معروف عنه عبد الله شوف من أطيب الأشخاص ويعني قلب أبيض ولسان فالت وكله يعيب العيد ولكن أنا بوجه رسالة لبعض الناس اللي مهمتهم تصيد اي تصيد أي أيك فلان يبين شهر يبين تكسب على ظهر عبوتك ولا على ظهر ما قال شي وبعدين خلينا نكون واقعي زبدة الكلام اللي قال أو مختصر الكلام اللي قال أن لا يوجد امرأة ما تعاملت مع رجل سواء في جامعة في مدرسة في عمل في محل في شارع ما كان المقصد بالتعامل العادي اللي تني أنا رايح الجمعية يشتري تشيس خبز من كاشير اللي بيفسر نظيف هو كان الفكرة تشليل الموضوع اللي بيفسر الموضوع بحسن نية وبنظافة بيفسرها بنظافة اللي بيأخذها بطريقة حسب ما الناس قاعدة تحاول تفسرها والحملة أما يمكن بشاري الناس تحسسها على فهمهم من القضي الناس يعني أنا واصل لمرحلة أكتبانا في تويتر لا لإسقاط القروض يرد عليه لا لقصير الموان شا رد عليه هذا بله شا تعاملوا شا قولوا خلينا أيضا نأخذ الرأي القانوني في هذا الموضوع يعني أنا رأي بالنسبة للموضوع هو زلة لسان من عبودك وبالتالي مفروض أنا يعني تقديري أنه يطلع بكل شجاعة يعتذر ويوضح قصده لأن إبقاء الموضوع بهذه الطريقة عكسه يعني يعني هو مشكلة هو طلع اعتذر يعني أنا ما تابعت بس لازم يطلع ويعتذر ويقول أنا ما أقصد كل النساء ولا أقصد كل البنات ولا أقصد كذا لا لأن في النهاية هي الفكرة عبارة عن شنو أنت لما تطلع وتجزم براي على أن الكل مر بهذه تجربة كل تمام كل قال الكل الكل قال حتى آخر شي حتى أمك يأشر على من يشاهد يعني أي واحد يشاهد الفيديو هو ما يقعي شاهد يقعي وخاطب اللي قع يتحدثي هو قعي حقاطب عصر يعني أو تابعين وهو لا 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 هو أنت اليوم لا لا قعي خاطب المتابعين أنت شون حقك في الشاشة في واحد وراء التليفون لا هذا أنت بعد في واحد لا هو فعلا حين أنا قاعد أنقلك الناس اللي قاعد يقولون الناس قاعد يقولون وهو قاعد يخاطب وهو إذا حضر أمام النيابة وقال نعم أنا أقصد الكل فبالتالي هو دخل في جريمة جريمة خلال أداب العامل إذن مطلوب من الاعتذار تمام يطلب الاعتذار ويوضح قصده وبالتالي يقول حق النيابة أن أنا ما كنت أقصده أنت اليوم تعال يا عبوتك أنت اليوم تقول أشر فهو يقصد المتلقي حلو؟ هم المتابعين المتابعين أنا اليوم اش دراني أنت اليوم بهالفترة وبهاللحظة أنت أحد متابعيني كنت ممتابعيني لا هذا برنامج سوشال ميديا دام أن أنا وجهت كلامي حق الكاميرا يعني أي واحد بس أنا بقول شغلة تكرار السقطات تكرار السقطات من بعض مشاهير السوشال ميديا تحتاج ضبط من عندهم جميل أنت اليوم قدوة مسؤول الناس التابعك حاول تضبط كثير ما تقدر من يقول قدوة عفوا من يقول قدوة يعني قدوة لمتابعينك وما ليس قدوة لأي أحد أنا وغيري نحن بنهاية مواطنين عاديين لنا أخطائنا لنا حسناتنا ولنا مساوئنا لا أحد يحطني قدوة أنا ما يتبنيك رسالة مشاري وياكوس وإستاذ حسين عبدالله أعطيكم العافق أواكم الله لوجودكم اليوم لاستيضاح هذا الأمر الشائط وإحنا عدنا طريقين النتائج خلال فترة الياية متى بتشيل المليونير لما يصير عندي مليار عشان نحط المليار شكرا لوجودكم معنا أكيد ويعني سهنسنا معكم في تبادل هذه الآراء وهذه المحاور وأكيد رح أرجع للمشاهدين رح ننتقل لفقرة معانا سالفة مع أسرار وهيا شعيبي نرجع مرة ثانية معكم في الستيديو مع السيف هذا البرنامج برعاية مستشفى السيف